وفي الوقت الذي ندعم فيه حرية التعبير ونؤكد أن التظاهرات السلمية العراقية هي مسار إصلاح وتصحيح نؤكد أن كرامة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ليست محل جدال وأننا لن نتوانى عن تطبيق القانون ضد المحتدين على الأملاك العامة والخاصة والمسيئين إلى مبدأ التظاهر السلمي أن الاحتداء على الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية وهيبة الدولة والقانون سوف نواجهها بأشد الإجراءات القانونية ونهي بعشارنا الأصيلة رفض ما يرتكب باسمها من تجاوزات